أكثر من خمسين علامة تجارية خليجية اجتمع روادها بمسقط في أول منتدى خليجي لرواد الأعمال الذي تنوعت فعالياته ما بين مغامرات ريادية في جبال عمان ومسابقات للقصص الريادية الملهمة ومعرض الامتياز التجارية وجلسات أوراق علمية وحوار شفاف بين الرواد والمسؤولين عن القطاع تميزت بها أيام المنتدى الحمد لله مشاركة مميزة الحقيقة من رواد ورائدات الأعمال في المنطقة بشكل عام شاركنا في المملكة العربية السعودية بالعديد من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية في ظل مستهدفات المملكة 2030 التي تعزز من زيادة الناتج المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحلول 2030 طبعا المنتدى يحدث إلى عدة محاول رئيسية ومن أهمها على أساس تجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والانتشار في دول مجلس التعاون الخليج والعربي وعلى أساس تبادل الخبرات والمعلومات على القائمين في تطوير منظومة ريادة الأعمال بين دول الخليج والوقوف على التحديات والسبل والطرق في كيفية تدليل هذه التحديات معرض حق الامتياز التجاري المصاحب للمنتدى كان منصة لعرض الاستثمار في العلامات التجارية الخليجية لرواد الأعمال شهد حضورا واسعا لرواد الأعمال الخليجيين حملوا معهم روح المشاركة وبناء جسور المعرفة وقيم التعاون الحمد لله شاركنا بالمؤتمر ورواد جازة الريادة وحصلنا على المركز الأول والله الحمد بمساندة إخواننا كلهم أصحاب المشاريع فرصة جيدة فرصة جميلة إن شاء الله ستتكرر وأتمنى أن تتكرر بالسنوات القادمة المنتدى استعرض الآفاق المستقبلية لريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجية واستشراق مستقبل ريادة الأعمال ومستقبل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وناقش كذلك الفرص الاستثمارية المستقبلية لرواد الأعمال في مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل أحد العوامل الحيوية والمحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجية ويلعب القطاع الخاص فيه دورا محوريا صالح الحبسي قناة الإخبارية مسقط